بدأت بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الثالثة للقضاء ووكلاء النيابة العامة حول كيفية إدماج تقطيع التنوع الاجتماعي في عمل مؤسسات تطبيق العدالة نظمها الفريق الوطني للخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام وأكدت الأستاذ فائز عبد المجيد محمد القائم بعمل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية إن الفريق الوطني يحرص على بناء القدرات الشراكة في اللجنة ومنها القضاء ووكلاء النيابات في وزارة العدل والنيابة العامة مشيرة بأن الأعمال المناطبة هذه الفئة مهمة جدا وذو فائدة على المجتمع وعلى المرأة بشكل خاص شكرا